تتأهب فرنسا لاستضافة القمة الفرنكفونية التاسعة عشر وهي الأولى منذ ثلاثة وثلاثين عاما وتجمع قمة الفرنكفونية الدول الأعضاء والحكومات في المنظمة لتحديد التوجهات الاستراتيجية للفرنكفونية وتتيح القمة دراسة طلبات العضوية الجديدة المقدمة من الحكومات وانتخاب الأمين العام للفرنكفونية كما سيمثل مؤتمر قمة الفرنكفونية التاسعة عشر حدثا هاما على المستويات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والثقافية ومن ضمن الزعماء ورؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة رئيس الجمهورية رأس الدولة محمد إدريس ديبيتنو الذي وصل على رأس وفد رفيع المستوى إلى مطار لوبورجي بباريس في تمام الساعة الرابعة وخمسين دقيقة بالتوقيت المحلي وكان في استقبال رئيس الجمهورية السفيري فوق العادة والمفوض لشاد لدى فرنسا أحمد ميكايلة والممثلة الشخصية لرئيس الجمهورية في المنظمة الدولية للفرنكفونية عزيزة بارود وعضاء السفارة وقد حيى رئيس الجمهورية المستقبلين الذين جاءوا لملاقاته حيث صافح المصطفين من الطلاب وأفراد من الجالية الشادية المقيمين في باريس الذين استقبلوا رئيس الجمهورية بكل حفاوة وبهجة وبعد استراحة قسيرة تحرك الموكب الرئاسي لوسط العاصمة الفرنسية باريس حيث مقر إقامة رئيس الجمهورية والوفد المرافق له ومن المقرر أن تنطلق عمال القمة التاسعة عشر للمنظمة الدولية للفرنكفونية يومي الرابع والخامس أكتوبر 2024 في المدينة الدولية للغة الفرنسية فيلار كوتريه وهو مكان معد خصيصا للغة الفرنسية والثقافات الفرنكفونية واتفقت فرنسا والمنظمة الدولية للفرنكفونية على إدراج الإبداع والابتكار وريادة الأعمال في تنوع الفضاء الفرنكفوني في صميم هذا الحدث وسيجري رؤساء الدول والحكومات لأول مرة مناقشات مع المدعين والمبتكرين ورواد الأعمال الشباب الذين سيناقشون نجاحاتهم وكذلك التحديات التي يواجهونها بالإضافة إلى اعتماد القرارات التي يرونها ضرورية لحسن سير المنظمة الدولية للفرنكفونية وتحقيق أهدفها